تقدم رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على ما قدموه من دعم لشعب السودانية وفي تصريحات خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية قال البرهان إن قوات الدعم السريع لا وجود لها في أي موقع عسكري مضيفا أن الوضع مستقر في جميع الولايات عدى الخرطوم هذا وأشار البرهان إلى أنه لا مجال لأي حوار حاليا مع قوات الدعم السريع دون وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح مؤكدا في الوقت نفسه ترحيب القوات المسلحة السودانية بأي مبادرة لوقف إطلاق النار تشمل انسحاب الدعم السريع من المناطق السكنية ومراكز الخدمات